المساهمة في إيجاد حلول لمشاكل المؤسسات الاقتصادية رهان تسعى الجامعة إلى كسبه تجسيداً لاستراتيجيتها المتعلقة بالانفتاح على المحيط الخارجية سطرنا عدة محاور للانطلاق في هذه الاستراتيجية وأكبرهم هو كيفية دعم النشاط الوطني والمحلي خاصة المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية مساع تستوجب إعادة توجيه المشاريع البحثية التي تنجز من قبل طلبة الدكتورة لتنطلق من مشاكل واقعية وهو التوجه الجديد للجامعة خلال هذا الموسم ما هو جديد هذه السنة وهو في جامعة دقالما هناك 80 طالب يعني 80 منصب 80 مشروع منصب الدكتورة كلهم مدرجون في إطار مشاريع بحثية وهذا يدخل في إطار استراتيجية العامة لوزار التعليم العالي والبحث العلمي بمعنى أن هذه السنة لنا 80 طالب هم 80 باحث يعملون في 80 مشروع لحل 80 إشكال اقتصادي أو اجتماعي تمنح لنا عنوين بحث في إطار مشاريع عامة ثلاث أو أربعة طلبة نعمل في نفس السياق مشاريع البحث تنطلق من الواقع نأخذ مشاكل أطروحات نعالج عبرها مشكلة من مشاكل إستراتيجية تعلق عليها الأمال لحلحلة بعض المشاكل التي طالما شكلت عائقا في مسار العديد من المؤسسات نحو تقديم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ترجمة نانسي قنقر